في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب سمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألف وحدة سكنية إضافية على المواطنين قامت وزارة الإسكان بمواصلة عمليات التوزيع الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين ضمن جدول زمني خلال الشهر الجاري قالت وزارة الإسكان إن المشاريع الإسكانية تضاف إلى سلسلة الإنجازات الإسكانية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأكدت الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير الوحدات الإسكانية للمواطنين هذا واستقبلت الوزارة بمبناها المستفيدين وأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة وذلك لاستلام شهادات التخصيص بمدينة سلمان بالإضافة إلى تسليم المفاتيح في مدينة سلمان وصلنا في وزارة الإسكان للشهر الثاني على التوالي عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين وهذه التوزيعات تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة بما يحقق تطلعات المواطنين واستقبلنا اليوم المستفيدين ضمن القوائم التي قمنا بإعدادها بصورة مسبقة ومثل ما تشوفون جميع الموظفين من قسم التوزيعات وإدارة الخنمات الإسكانية يعملون على قدم وساق من أجل خدمة المنتفعين وتسهيل إجراءاتهم لاستدام شهادات الاستحقاق والإجابة كذلك على تساؤلاتهم واستفساراتهم بخصوص المشاريع الإسكانية المدينة واش حلاوتها واستانسنا وشريحة ويعني حلاوة ومرتبة كل شي فيها أوكي الحمد لله وده الشي نحن شفنا البيت نشكركم ونشكر إن شاء الله الشيخ سلمان والحمد لله على البيت يعني واجد استانسنا نشكر القيادة ونشكر الملك ونشكر كل من القائمين اهتمام القيادة في أبناها وفي تنميتها بالنسبة لأهل البحرين وشعب البحرين وهذا فخر نعتز فيه والله يدوم إن شاء الله الخير على الكل ويعطيهم الصحة والعافية